السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي إن شاء الله ما زلنا معكم في بعض المواقف التي ضحك فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه المواقف يعني سبحان الله لما نشوف سيدنا علي كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن الذبحين سيدنا علي كان يعلم الصحابة وقال له من الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الذبحين ابن الذبحين فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبحين فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يضحك جدا وابتسم وابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضحك النبي تبسم على فكرة كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم فقصة ابن الذبحين جاءت إزاي؟ كان عبد المطالب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفر في بئر زمزم فقال نظر نظر وقال إن ربنا سبحانه وتعالى سهل علي حفر بئر زمزم هدبح واحد من أولادي هدبح واحد منين من أولادي فسهل الله سبحانه وتعالى عليه ولكن سبحانه وتعالى عليه ولكن سبحانه الله عشان يوفي النذر إيه اللي حصل اللي حصل إن سبحانه الله أخوال جاء القرعة جاءت على عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم فأخوال أخوال يعني سبحان الله أخواله طبعا رفضوا أخوال عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا عملية الذبح دي فقالوا لمن عبد المطالب إيه يعني افدي ابنك بمئة ناق فجاءت هنا ابن الذبحين ده الذبح الأول اللي هو عبد الله أما الذبح الثاني اللي هو سيدنا إسماعيل زي ما أنتوا عارفين القصة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام عايز أقول حاجة مهمة جدا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان بيضحك وكان فيه مواقف بتضحك النبي صلى الله عليه وسلم نشوف مثلا مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الدابة مع سيدنا عبد الله بن عباس كان طبعا صغير في السن فلما أرضفه على دابته النبي صلى الله عليه وسلم سبح ثلاثا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وحمد الله سبحانه وتعالى ثلاثا قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكبر ثلاثا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهلل وحدة قال لا إله إلا الله هلل وحدة قال لا إله إلا الله فده اللي حصل فبعدما هلل صلى الله عليه وسلم يعني رمى نفسه على سيدنا عبد الله بن عباس وأخذ يدحق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعبد الله بن عباس من فعل مثل ما فعلت وسبح وحمد وكبر وهلل عندما يركب دبته الله سبحانه وتعالى يضحك منه الله سبحانه وتعالى يضحك منه هكذا وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يعني سبحان الله فعل هذا مع سيدنا عبدالله بن عباس وهذه من المواقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فيها بعد المواقف ايضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك وكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم زي ما أنا قلت قبل كده بعد ما رجع النبي عليه السلام من غزوة خيبر أو تبوك زي ما ورد في السيارة وكده صلى الله عليه وسلم برجع طبعا عائشة كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة في السن فوجد عندها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجد عندها ايه وجد عندها عرائس لعب يعني عرائس صغيرة ووجد مع هذه العرائس خيول صغيرة لعب كده ولها أجنحة فقال عائشة ما هذا قالت هذه خيول ولها أجنحة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيول ولها اجنحة خيول ولها اجنحة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله قال خيول ولها اجنحة قالت اما علمت ان سيدنا سليمان كان عنده او عنده خيل ولها اجنحة فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا اخذ يضحك صلى الله عليه وسلم هذي بعض المواقف ايضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مرة من المرات برضو يعني بنذكر حاجة بحاجة كده إن جاء رجل من أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل قال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع سبع سماوات والأراضين على إصبع والشجر على أصبع والبشر أو الخلق على أصبع والماء على أصبع فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقرأ قول الله سبحانه وتعالى والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين والسماوات مطويات بيمين يعني هذه بعض المواقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فيها وإن شاء الله بإذن الله بيكون لنا مع بعض لقاء تاني بإذن الله عز وجل في بعض المواقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فيها ويريت دايماً اللي ابتسامة تكون على وجهكم كما وصفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صلى الله عليه وسلم ضحاكاً بساماً غالباً كان يبتسم وكان يضحك صلى الله عليه وسلم